ازيكم حبيبي عاملين ايه؟ كنافة ومين فينا ما بيحبش الكنافة؟ هنقدمها بشكل جميل جداً لذيذة قوي بجد وهمية لازم تجربوها تعالوا بينا يلا نجيب ربع كيلو من الكنافة انا بجيب الكنافة وحطها في الفريزر عشان وقت ما حب أعملها تكون عندي ده ربع كيلو طلعته من الفريزر وبدأت ان انا افككه من بعضه وافرمه بأيديا بالشكل ده هيل هسخن نص كوباية من السمنة وابتدي اوزعها وقلب دلوقتي بقى الكنافة مع السمنة كويس جداً عشان اشربها السمنة دي كلها بينا بقى نحضر صنية فرن وابتدي احط فيها الكنافة وافردها في الصنية كويس جداً علشان تتحمص معي على طول وكون مسخن الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة وابتدي ادخل صنية الكنافة علشان تتحمر وتتحمص ولازم نقلبها من وقت للتاني وعلى ما تتحمص تعالوا بينا بقى باكت كريم شونتي احط له الحليب السائع وابتدي بقى اضرابه كويس جداً جداً بالمضرب لغاية ما القوام يبقى بالشكل ده طحفة كده الكريمة جاهزة معنا احطها في التلاجة وكمان الكنافة طلعت من الفرن متحمصة وجميلة هبتدي احط لها بقى 3-4 معلق كده من العسل وقلبهم كويس وبعدين اساوي الكنافة تاني في البايركس اللي انا هشتغل فيه على فكرة تقدري تعمليها بنفس الطريقة في كاسات لو عندك ضيوف حلوة قوي خلاص خلصنا تعالي بينا بقى كلنا مفرزين مانجا اه بتجيب ميتها بس مش مشكلة هحطها في الكنافة شوية علشان تخليلي شوية كنافة طراي وشربين من المانجا وشوية تانيين محمصين هنا بقى استخدمت جيلي من دريم بتعم المانجا احط له حوالي كباية مية مغلية واعد ادوب فيه لغاية ما يدوب تماما وبعد ما يدوب هكون مجهزة نص كباية مية متلجة وهضيفها عليه علشان ابرده حلوة قوي خلاص كده جهزنا الجيلي هبتدي اصب الجيلي بعد ما يبرد شوية فوق المانجا ليه بقى؟ علشان المانجا المتفرزة بتاكسد على طول وممكن تسود ويبقى شكلها مش لطيف فانا هخليها تنتعش وتاخد طعمي كمان حلوة قوي قوي بالجيلي ده هدخلها التلاجة حوالي اربع ساعات واطلعها دي الكريمة حطيتها في كيس حلواني حتى من غير بالبلة ولا حاجة وبدأت ان انا اعمل وردات كده فوق الجيلي وبقت معايا بالشكل ده خطيرة رشة بقى من الفوزدق ولا اجدعها محل حلويات ايه رأيكم؟ يلا عايزين نسميها ايه رأيكم نسميها ايه؟ عايز اقول لكم بقى طعمها بجد يجنن بصوا ملازلازة انا فكرت اسميها كده بصوا شكلها طحفة جدا طعم بقى الكنافة المقرمشة مع المانجا مع الجيلي مع الكريمة لا بجد وهمية يا جماعة لازم تجربوها اكتبولي في التعليقات عجبتكم ولا لأ؟ وكمان هنسميها ايه مع بعض؟ اشوفكم على خير ان شاء الله وما تنسوش لايك وشير وصابس كده